إبراهيم ألا تجاوبنا على السؤال مين أكثر نيب فجأك إيجابياً؟ وأكثر نيب فجأك سلبياً؟ حلو السؤال حلو السؤال حيا مش خاضرة اللي هزم فجأتين بقى ملا هيك عملك مش هلا زندك شي جاوب بلوءات؟ لا سلبياً يعني كمية السلبي ما ما عرفت بدي أحصرها بنيب أو لا بس جمالاً ميشيل يعني تفوتي على المجلس من مرة غير من جوا حقاً في أشخاص بتشوف تعقيدات الكتل النيابية بتشوف بروفيل أشخاص بتقول كيف عمل نائب؟ كيف عمل نائب؟ وفي ناس كيف عادين به هالكتل في ناس مثلاً بتحسيهم صاروا منزمين بهالكتل ومربوطين فيها وما عم يقدروا يتحرروا طبعاً هني بتحملوا مسئولية سياسية كون بقاهم بالكتل هذا موضوع آخر بس بتبلش تشوف إذا بدك التنوع بالمجلس نياب وبتشوف حتى بالتصويت على مواضيع مختلفة كمان التنوع بقلب الكتل يعني مثلاً بمواضيع المالية بمواضيع المصارف كذا مختلفة مثلاً على موضوع الاستفاف طبعاً وخصمنا السياسي بكل معنى الكلمة بكافة المستويات بس جميل سيد الطريقة اللي بحضر فيها ملفاته وكيف بيعمل يعني واحد بيقول انه بعم يشتغيل بس بذات الوقت طبعاً يعني قد منه خصمنا واحد ما في شوف له هذا فاجأني صراحةً مفاجأة يعني واحد ما بيتمنى خصمه بالسياسي يكون هالقدة عم يشتغيل حلو كتير جوابك بس بذات الوقت في أغلبية النواب ميشيل هني جزء من كتل وهذا الكتل بيديرها رئيس كتلة وبالتالي ما كتير في هكي هامش للنواب يتعطوا ويحكوا ويعبروا في رؤسة كتل هني بيديروا الاشياء بكتلة القوات مثلاً اللي حديثه لقيته يعني اسمعته مرتين ثلاثة هو جورج عقاس كتأكيدة يعني كل الناس اللي بيعرفوا بقولوا انه بالتشغيع متمكن متمكن كتير وفي هيك بعض النواب يعني بس هول هول الاكترشي يعني من خارجنا نحنا طواعن هكي يعني ايجابياً وهلا اداء ابراهيم كيف مش من خارجكم كيف بتقيم اداء ابراهيم فاجأك ايجابياً او سبياً هلا فاجأني ايجابياً طبعاً هلا ابراهيم صديقي من زمان يعني شدتي مجروحها فيه بس بذات الوقت طبعاً موضوعياً الملفات اللي عم تعطى فيها ابراهيم ممكن لجنة الاشغال او المال موازنة برايه عم يعمل شغل في الفرنساني مبول ستوديو يعني عم يدرس وعم يتابع الملفات وصار بيعرفيونا منيح كيف تعرفتو عباد نحنا تعرفنا على بعض صديق مشترك بعد الالفان وستعش بانتخابات البلدية وكننا بلشنا مفكر بانتخابات بيروت في الالفانتاعش بقتى بلشنا انا وميشاي بقتى ايه ميام مزبوط كنا نحضر حملة كلنا بيروت اكيدو اتعرفتو عباد ما توقعتو تصيرو بالالفانتين وعشيه هو كتير هيك اذا بدك سريالي شوي انو في كازا حدا ان احنا اساسا منعرف بعض من فترة طويلة وقفتنا كلنا بمجلس النوب يعني عرفت ايه في انا وميشيل ومارك وحليمة هون احنا انو معرف قديمة فجأة صرنا كلنا بمجلس النوب ايه كانت شوية ملفتة اشتركوا في القناة